ليست الأدوية، الإضطراب نفسه قد يدفع الطفل أو المراهق إلى أنه هو يلجأ إلى استخدام منشطات، منبهات لأنه هو يحس أنه فيه عنده مشكلة في التركيز، فيه عنده مشكلة في الانتباع ما يقدر ينتبه للمهام اللي فيها كذا خطوة فهو قد يلجأ إلى استخدام منشطات، منبهات، حتى أنه تزود له التركيز، تزود له الانتباه أحياناً رفقاء السوء ينصحوا خذ هذه حتى تساعدك لكن الأدوية نفسها هي الأدوية منشطات ولا تسبب الإدمان الدراسات، الأبحاث أثبتت أن الأطفال اللي بتاخذ المنشطات، العلاجات الدوائية نسبة الإدمان عندها تقل بـ 85% فهو الإطراب وليست الأدوية الإطراب يدفع الطفل إلى أحياناً التعاطي لكن الأدوية نفسها لا تسبب إدمان رغم أنه هي منشطات والطفل يحتاج إلى المنشطات هذا لأنه بيكون فيه عندنا نقص فيه وتركيز الناقلات العصبية المسؤولة عن اليقظة والانتباه المسؤولة عن اليقظة والانتباه وفق ثق على الأجاستـم توقع